ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح اليوم الثلاثاء وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس اجتماع المجلس التنفيذي للإمارة وذلك في مكتب سمو الحاكم نقش المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال اجتماعه الاعتيادي والذي ترأسه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة ورئيس المجلس وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي مقترح دائرة الطيران المدني بخصخصة قسم الارصاد والملاحة الجوية ونقل اختصاصات القسم الى شركة سيركو الرائدة في مجال خدمات المطارات والارصاد والملاحة الجوية حيث اوضح الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني ان المقترح يحقق نتائجا ايجابية في تحسين مستوى الخدمات وتقديم افضل الممارسات التي تحقق زيادة الكفاءة في العمل المنجز المجلس اطلع على المقترح المقدم ايضا من دائرة الموارد البشرية المتعلق بتكريم الموظفين المتقاعدين من حكومة الشارقة اذ اوضح سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية ان المقترح يهدف الى ايصال رسالة عرفان وتقدير لمن قام بخدمة حكومة الشارقة كما وطلع المجلس على تقرير عن موازين الذهب قدمه سعادة سلطان عبدالله بن هدى السويدي رئيس دائرة تنمية الاقتصادية حيث تضمن التقرير احصائيات حملات الرقابة على الموازين والتي خصصت الاولى منها للرقابة على موازين الذهب لاهميتها وحجم الاثار المترتبة عليها وضمن ما استجد على جدول اعمال الجلسة اطلع المجلس على المرسوم الاميري رقم 96 لسنة 2016 بشأن انشاء مجمع للغة العربية في امارة الشارقة كما اطلع ايضا على خطاب المجلس الاستشاري لامارة الشارقة والمتعلق بجدول اعمال الجلسة السادسة لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي التاسع للمجلس حيث من المقرر ان يتم في تلك الجلسة مناقشة مشروع قانون تنظيم اهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الشارقة للاثار بالاضافة لمناقشة التقرير الوارد من لجنة شؤون الاسلامية والاوقاف والبلديات وشؤون الامن والمرافق العامة وفي ختام الجلسة استعرض سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الانماء التجاري والسياحي الجهود التي تقوم بها الهيئة في الترويج السياحي للامارة مثنيا على الدور الكبير على الدعم الليوجستي الذي تقدمه كل من دائرة الموانئ البحرية والجمارك والادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب للسياح القادمين عبر المنافذ البحرية من خلال استخدامهم للسفن السياحية اشتركوا في القناة